عندك أيها؟ هدف الزمالك أو هدفين الزمالك اللي جوم النهاردة هم مجوش طفل جوم من لعبة متكررة من أول الماتش ومش من الماتش ده من ماتش اتحاد السكنداري لما نيجي نتفرج بالحالات نشوف التفوق الكبير جدا النهاردة لسف الجزيري على محمد عبد المنم وعلى رامي ربيعة وخصوصاً على رامي ربيعة لما نيجي نتفرج بالحالات من أول المباراة نادي الزمالك فاجأة كل النادي الزمالك منزلش ضغط في اول المباراة من اول ديئة في الماتش دي في الديئة الرابعة اول مع عبدالله السعيد بيقطع الكرة على طول بيلعب لسيف الجزيري الكرة الطويلة ودي كانت الكرة اللي تسببت في اصابة زيزو واللي كانت شبه انفراد على النادي لأهل الكرة دي كانت في الديئة اربعة وخمسين ثانية اول ما نادي الزمالك بيقطع الكرة عبدالله السعيد على طول بيبص على السيف الجزيري اللي دايما بتحرك فيه ضهر الدفاع نشوف الكرة اللي بعدها على طول طبعا نتمنى إن شاء الله الشفاء نفس الكرة الثانية أول ما تقطعت نفس الكلام هنا أول منصر ماهر هيسلم الكرة العبدالله سعيد نلعب الكرة على طول نفس الكلام هتلاقي كرة تلعبت سفل جزيري دايما بيضايق ويحاول يرخم بشكل كبير جدا على محمد عبد المنعم وسفل الجزيرة دي مستو هو رجل على طول بيزهق المهاجمة اللي بيلعب معه نفس الكرة عبدالله السعيد تاني هيلعب الكرة الطولية لسيف الجزيري كل الكلام ده في الشوت الأول ومصوا بقى الكرة دي هو حافظ على الكرة وهو ده دوره يعود يحافظ على الكرة لغاية لما بيلعب الكرة تاني لمن؟ لنادي الزمالك ففي التالي بيحافظ على استحواز نادي الزمالك نفس الكلام هنا قادي ده الهدف اللي جي نفس الطريقة ناصر مهر لعب الكرة عدى بمنطقة الأريحية وقام الراجل لعب كولها برضه في دهر الدفاع بس المرة دي ما كانتش طويلة وده كان الهدف الأول للنادي الزمالك تعال بقى وريك الهدف التاني اللي جي لنادي الزمالك اللي جي من قوت طب هو القوت أصلا جي من ايه تعال نشوف مع بعض نكمل الحالة دي كان الهدف نفس الكلام هنا نادي الآلي كان رايح يجيب جون اتردت عليه الكرة بجون هنا عمر السلاء يلعب كرة سيئة جدا بص بقى على دونجا يسلم الكرة لمتيابة متيابة يلعب الكرة على طول برضه في دهر الدفاع هنا بقى اوقف لحظة قبل ما الكرة ترجع ارجع بس ارجع شوية قبل ما سيف الجزيري يبدأ يروح الكرة بص الكرة اول ما تلعب البص اتنين لعبت النادي الاهلي سابقين اصلا سيف الجزيري فسيف الجزيري كان متفوت جدا على محمد عبد النعم ورامي ربيعة هنا سبق رامي ربيعة رغم ان هو كان قابله نكمل الكرة بص يا كريم اول ما سيف الجزيري هيستلم الكرة رامي ربيعة هيفضل يحاول ان هو ياخد الكرة منه نكمل الكرة نكمل الكرة سيف الجزيري حاول يحافظ على الكرة بتاعته لغاية لما جاه القوت اللي خد منه نادي الزمالك القوت اللي كسب منه اذا الهدفين اللي جمل النهاردة لنادي الزمالك هي جملة متكررة بشكل كبير جدا من جمز لانه كان عارف النادي اللي قاله هيزوء خطة فعل قدام وعارف ان رامي ربيع عنده مشكلة في الصراعات وبالمناسبة رامي ربيع على لعب واحدة من اسوأ مباراة النهاردة وتفوق عليه سيف الجزيري بشكل كبير جدا عليه هو ومحمد عبد المنعم اللي طلع بره المباراة بسبب المناوشات الكتيرة فبصراحة تحية كبيرة جدا جدا للسيف الجزيري ان انت تلعب على محمد عبد المنعم ورامي ربيع وتعمل ازعاج ده كله تحية كبيرة اكيد للسيف الجزيري اللي نجم المباراة الاول اكيد النهاردة